هيا بنا نتعلم ضرب عدد من منزلة واحدة في عشرات كاملة ذهب فارس إلى البقالة ليشتري بعض المصاصات والبطاطا المقرمشة والشوكولاتة فإذا كانت بالمصاصة واحدة عشرة قروش كم قرشاً سيحتاج فارس لشراء خمس مصاصات؟ ما ثمن المصاصة الواحدة؟ عشرة قروش وما ثمن خمس مصاصات؟ خمسة ضرب عشرة يساوي عشرة زائد عشرة عشون زائد عشرة ثلاثون زائد عشرة أربعون زائد عشرة خمسون ثمن خمس مصاصات يساوي خمسون قرشاً وإذا كان ثمن كيس واحد من البطاطا المقرمشة ثلاثون قرشاً كم قرشاً سيحتاج فارس لشراء أربعة أكياس من البطاطا المقرمشة؟ ما ثمن الكيس الواحد؟ ثلاثون قرشاً وما ثمن أربعة أكياس من البطاطا المقرمشة؟ أربع ضرب ثلاثين يساوي ثلاثون زائد ثلاثون 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 زائد ثلاثون تسعون زائد ثلاثون مئة وعشرون ثمن أربعة أكياس من البطاطا المقرمشة يساوي مئة وعشرون قرشاً وإذا كان ثم اللوح الشوكولاتة خمسون قرشاً كم قرشاً سيحتاج فارس لشراء سبعة ألواح من الشوكولاتة؟ ما ثمن اللوح الواحد؟ خمسون قرشاً وما ثمن سبعة ألواح من الشوكولاتة؟ سبعة ضرب خمسين يساوي خمسون زائد خمسون مئة زائد خمسون مئة وخمسون زائد خمسون مئتان زائد خمسون مئتان وخمسون زائد خمسون ثلاثمئة زائد خمسون ثلاثمائة وخمسون ثمان سبعة ألواح من الشوكولاتة يساوي ثلاثمائة وخمسون قرشاً ماذا نلاحظ في ناتج الضرب؟ هناك صفر في كل ناتج ضرب ومن أين أتت هذه الأصفال؟ من المضروب؟ نلاحظ التالي خمسة ضرب عشرة يساوي خمسة ضرب واحد خمسة مع إضافة صفر إلى يمين الجواب أي خمسون أربعة ضرب ثلاثين يساوي أربعة ضرب ثلاثة إثنى عشر مع إضافة صفر إلى يمين الجواب أي مئة وعشرون سبعة ضرب خمسين يساوي سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثون مع إضافة صفر إلى يمين الجواب أي ثلاثمائة وخمسون لنجرب مثالا آخر كم يساوي ثمانية ضرب تسعين؟ ثمانية ضرب تسعين يساوي ثمانية ضرب تسعة إثنان وسبعون ما إضافة صفر إلى يمين الجواب أي سبعة مئة وعشرون ثمانية ضرب تسعين يساوي سبعة مئة وعشرون ترجمة نانسي قنقر